بسم الله الرحمن الرحيم المنوال يعني ايه منوال؟ هو القيمة الاكثر شيوعا في مجموعة المفردات يعني هو الرقم اللي تكرر عدد اكتر من المرات يعني لو جاب لي مجموعة ارقام العدد اللي انا شفته اتكرر اكتر طب لو جاب لي جدول بقا زي ده ايه العدد او ايه المجموعة اللي اتكررت اكتر. نتكلم هنا بقى على المجموعة. ايه المجموعة من المجموعة الفوق اللي اتكررت اكتر? اكتر عدد من التكرارات اللي هو خمستاشر. يبقى المجموعة اللي اتكررت اكتر هي المجموعة ايه? المجموعة من اربعتاشر لتمنتاشر. طيب المجموعة دي ايه الرقم بزبط انا عايز احدد هي من اربعتاشر لتمنتاشر? اربعتاشر فاكثر. صح ولا لا? من اربعتاشر لتمنتاشر. عايز احدد بالزبط بقى. الاربعتاشر والخمستاشر ولا ستاشر يعني انهي رقم هو لتكرر اكتر. فنقدر هنا بقى ايه? لازم نرسم عشان نقدر نجيب الوسط يعتبر ما بين الاربعتاشر والتمنتاشر. وتطلع قيمة تقريبا ما بين الاربعتاشر والتمنتاشر تقريبا كده قريبا من الستاشر. ماشي? طيب. هنرسم برضه عشان نتأكد. نرسم ازاي? على الخط اللي بالعرض هنكتب المجموعات اللي هم اتنين ستة عشر ربعتاشر لحد ايه? ستة عشرين طبعا او التلاتين اللي اللي بعد الستة عشرين من ستة عشرين لتلاتين. بالطول نبص على ازهر رقم واكتر رقم. ازهر رقم تلاتين واكبر رقم اللي هو الخمستاشر. يبقى انا همشيهم كل قد ايه? ممكن همشيهم كل واحد. يعني سفر واحد تلاتة لحد الخمستاشر. لو المكان عندي واسع يعني. لو المكان عندي صغير زي كده انا همشيهم كل اتنين. سفر اتنين اربعة ستة لحد الستاشر. طيب. اول مجموعة من اتنين لستة. يبقى من اتنين لحد الستة. المربع ده كله من اتنين للستة. هطلع به الفوق لحد ايه? لحد ستة اللي هو عدد التكرارات. يبقى مش هرسم خط. لا ده انا هرسم مستطيل من الاتنين للستة. واخد المربع كله من اتنين للستة. واطلع فوق لحد الستة. طيب. المجموعة من ستة لعشرة. طلعنا لحد ايه? لحد التسعة. في النص ما بين التمانية والعشرة. المجموعة من عشرة لاربعتاشر. واقفة عند الاتناشر. يبقى من عشرة لاربعتاشر. هطلع بمستطيل ما بين العشرة والاربعتاشر لحد ايه? لحد الرقم اتناشر. المجموعة من اربعتاشر لتمنتاشر. يبقى مستطيل ما بين الاربعتاشر والتمنتاشر هطلع بيفوق لحد ايه? لحد خمستاشر. وهو ده هدفنا يعني. هو ده الايه? وده المنوال اللي احنا بنجيبه. طيب. من التمنتاشر للاتنين وعشرين يبقى برضو مستطيل ما بين التمنتاشر للاتنين وعشرين وهنقف لحد العشرة فوق من الاتنين وعشرين لحد الستة وعشرين مستطيل لحد الخمسة واخر حاجة من الستة وعشرين طبعا هيبقى للتلاتين عند التلاتة طيب احنا اتفقنا المجموعة اللي هي بتاعت من اربعتاشر للتمنتاشر دي هي اللي هي هدفنا بس احنا عايزين نحدد انهي رقم بالزبط يعني عند الاربعتاشر والخمستاشر ولا اي رقم. فهنعمل ايه? هنعمل بعد ما رسمنا كده خلاص المجموعة دي اللي في النص اللي هي اعلى رقم. دي اللي تهمني. هيجرسم خطين بالشكل ده. من بداية البار لاين اللي قبلها او المستطيل اللي قبلها لحد فوق. ومن فوق لحد المستطيل اللي بعدها. بالشكل ده. الخطين الحمر اللي بالشكل ده. اتقابلوا الخطين الحمر في نقطة هي دي النقطة. هو ده المنوال. لو نزلت بس بيها بخط اللي هو اللون اللي اغتردوت عشان احدد الرقم كام الزبط. هو الرقم قولنا ما بين الاربعتاشر والتمنتاشر. قولنا تقريبا في المتاصد كده هيطلع قريب من ستاشر. هو طلع خمستاشر ونص. اللي هو ما بين الاربعتاشر والتمنتاشر هو ده المنوال. يبقى كل اللي بعمله ان بعد ما برسم المسألة والرسم بتاعتها سهلة برسم خطين الحمر دول بالطريقة دي. وبعد كده بيتقابلوا في نقطة بنزل بيها علشان اشوف المجموعة او الرقم اللي في المجموعة انهي بالزبط. اتفقنا انه هو هيبقى رقم بيتراوح ما بين الاربعتاشر والتمنتاشر يعني في النص ما بينهم. اللي هو هيطلع ايه? قريب من ستاشر. طلع معينا خمستاشر روز.